السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الاعدادي أهلا ومرحب بكم والنهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض تدرك خواص العناصر في الجدول الدوري الحديث وناخد الخاصية الفلسية واللافلسية أحب أفكركم اللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل زر الجرس وكمان لو فيه أي سؤال يسيبهولي في الكومنت وأنا هرد عليه وما ينساش يعمل شير علشان الكل يستفيد النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض وهناخد الخاصية الفلسية واللافلسية يلا بينا تدرك خواص العناصر خدناها أول حاجة فيها كانت الحجم الزري والتاني حاجة كانت السليبية القهربية النهاردة هناخد الخاصية الفلسية واللافلسية أنا عايز أعرف أساسا العناصر الموجودة في الطبيعة المية والتمنتاشر عنصر بتقسم إلى أربع أنواع رئيسية العناصر دي في الزيت ولا في الزيت وأشباه في الزيت وغازات خملة العلماء قسموهم بالشكل ده والعالم بريزيليوس وأول عالم قسم العناصر إلى في الزيت ولا في الزيت ده كان في أوائل القرن التاسع عشر وكان طبعا قبل ما نعرف أي معلومة عن بنية الزرة يبقى أنا عندي العناصر أربع أنواع في الزيت لا في الزيت أشباه في الزيت وغازات خملة طب تعالوا نشوف مع بعض إيه الفرق ما بين الفلزات واللا في الزيت إحنا درسناها في سنة أولى تعالوا نشوف مع بعض إيه خواص الفلزات نفتكرها مع بعض أول حاجة بتتميز الفلزات باحتواء غلاف التكافؤ بتاعها على أقل من أربع إلكترون يعني يحتوي على واحد إلكترون اثنين إلكترون ثلاثة إلكترون تمام؟ يبقى دي تعتبر فلز طبعا علشان هي فلزات فتميل إلى فقد إلكترونات تكافؤها وتحول إلى أيونات موجبة يحمل شهنة موجبة بعدد الإلكترونات المفقودة بمعنى لو فقد واحد إلكترون يبقى أيون موجب واحد لو فقد اثنين إلكترون أيون موجب اثنين لو فقد ثلاثة إلكترون أيون موجب ثلاثة تمام؟ تب ليه الفلزات تميل إلى فقد إلكترونات تكافؤها حتى يصل تركيبها الإلكتروني إلى التركيب الإلكتروني لأقرب غاز خامل يسبقها في الجدول الدوري طيب عمالين نقول يتحول الفلزات إلى أيون موجب لأنها بتفقد الإلكترونات طيب تعالوا بقى نعرف يعني إيه الأيون الموجب الأيون الموجب هي زرة عنصر فلز فقدت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي طبعا عدد الإلكترونيات اللي هتفقدها بتساوي عدد الشحنات الموجبة اللي هتحملها تمام؟ يبقى أنا دي بتعتبر مع بعض كده خواص الفلزات طيب خواص اللافلزات إنه بتتميز أول حاجة باحتواء غلاف تكافؤها على أكثر من أربع إلكترون يعني آخر مستوى الطاقة في خمسة إلكترون أو ستة أو سبعة وعلشان جدد بيتاميل زرات اللافلزات أثناء التفاعل الكيميائي إلى اكتساب إلكترونات والتحول إلى أيون سالب لو اكتسبت واحد إلكترون يبقى أيون سالب واحد اكتسبت اثنين إلكترون أيون وسالب اثنين اكتسبت تلاتة إلكترون أيون يحمل تلات شحنات سالبة طب ليه بيعمل كده؟ ليه زرات اللافلزات بيتاميل إلى اكتساب الإلكترونات نفس الإجابة بتاعت الفلز حتى تصل تركيبها الإلكتروني إلى تركيب الإلكتروني لأقرب غاز خامل بس في اللافلزات أقرب غاز خامل يليها في الجدول الدوري ليليها لأن اللافلزات بتكتسب إلكترونات فبيزيد عدد الإلكترونات عندها عشان كده بيكون التركيب الإلكتروني لها لأقرب غاز خامل يليها أما اللافلزات هي بتفقد إلكترونات فعشان كده بيكون تركيبها الالكتروني يشبه التركيب الالكتروني لأقرب غاز خمي يسبقها لأنها فقدت الالكترونات طب احنا بنقول اللافلزات هتكون ايون سالب طب تعالوا نعرف مع بعض ونفتكر تعريف الايون السالب زرة عنصر لافلزي حصل لها ايه اكتسبت الالكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي وزي ما قلنا على قد ما تكتسب عدد الالكترونات على قد ما تحمل الشحنة السالبة بتاعتها يعني اكتسبت واحد الالكترون يبقى تحمل شحنة سالبة واحدة اكتسبت 2 الالكترون تحمل شحنتين سالبيتين اكتسبت 3 الالكترون يبقى تحمل 3 شحنات سالبة طب تعالوا شوفي هنا سؤال حلو جدا بيقول لي السؤال هنا أعلل تساوي عدد الإلكترون في أيون خلي بالك ما قالش في زرة في أيون في أيون كل من السوديوم إن 11 الموجة وآيون الفلور F9 سالب خلي بالنا بيقول أيون مش زرة لأن عندنا السوديوم ده فليزي فهيفقد أثناء التفاعل الكيميائي إلكترون واحد أما الفلور أثناء التفاعل الكيميائي هيكتسب واحد إلكترون فهيبقى عندي السوديوم في عيون السوديوم في عشر إلكترونات وآيون الفلور هيكون في برضو عشر إلكترونات إزاي يميز تعالوا نشوفها مع بعض إذا السوديوم لو إحنا وزعناها إن 11 هتأخذ 2 إلكترون الـ 8 الـ M1 تبعزنا التفاعل الكيميائي السوديوم عنصر فليز هيفقد الـ 1 إلكترون ده نشيله خالص كده بصوا شلناه بقى 2 8 طبعا نتحول لآيون موجب بيحمل شحنة موجبة واحدة بعدد الإلكترونات اللي فقطها اللي هو الواحد إلكترون فأصبح تركيب آيون السوديوم عبارة عن إيه الكي واخده 2 والإلي 8 يبقى إزا عندها كام إلكترون عندها عشر إلكترونات عشان كده بيبقى آيون السوديوم له نفس التركيب الإلكتروني لعنصر النيون إيه 10 اللي بيصدقه في الجدول الدوري الحديث تعالوا نشوف بقى الفلور إيه اللي هيحصله F9 الفلور F9 ما جاوزعه الكي واخده 2 والإلي كام 7 هتكتسب واحد إلكترون لإنه عنصر لا فليزي فهيكتسب الإلكترونات فيصبح تركيب الإلكتروني بتاعه كام إتنين 8 آه بقى عنده عشر إلكترونات زيه زيه آيون السوديوم عشرة طيب لو سألني هنا وقال لي قارن بين الآيون الموجب والآيون السالب هنشوف مع بعض الآيون الموجب هو عبارة عن زرة عنصر في لزي فقدت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي أما الآيون السالب زرة عنصر لا في لزي اكتسبت إلكترون أثناء التفاعل الكيميائي طبعا إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي تاني حاجة إن عدد الإلكترونات فيه يعني في الآيون الموجب أقل من عدد البروتونات ليه؟ لأنه فقدهم تمام؟ أما في الآيون السالب عدد الإلكترونات فيه أكبر من عدد البروتونات الآيون الموجب يحمل عدد من الشحنات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات المفقودة أما الآيون السالب يحمل عدد من الشحنات السالبة يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة الآيون الموجب عدد مستوية الطاقة فيه أقل من عدد مستوية الطاقة في زراته ليه؟ لأنه فقد الإلكترون فلما فقد الإلكترون آخر مستوى الطاقة فقد معه مستوى الطاقة فبتكون عدد مستوية الطاقة فيه أقل من عدد مستوية الطاقة في زراته أما العيون السالب عدد مستويات الطاقة فيه يساوي عدد مستويات الطاقة في زراته لأنه هيكتسب الإلكترونات آه بس في نفس آخر مستوى طاقة موجود عنده فعشان كده مستويات الطاقة مش هتزيد بالنسبة له العيون الموجب بيكون تركيب الإلكتروني يشبه تركيب الإلكتروني الأقرب غاز خامل يسبق زراته في الجدول الدوري يسبق ليه لأنه فقد إلكترونات أما العيون السالب التركيب الإلكتروني يشبه تركيب الإلكتروني الأقرب غاز خامل يلي بعد يلي زراته في الجدول الدوري ليه؟ لأن العيون السالب بيكون فيه العنصر لافلز اكتسب إلكترونات تعالوا نشوف مع بعض رقم 3 احنا قلنا العناصر تقسم إلى فلزات ولا فلزات وتالت حاجة أشباه الفلزات تقع أشباه الفلزات كلها في الفئة بي طب إيه شبه فلز؟ يعني عناصر تجمع في خواصها بين خواص الفلزات وخواص اللافلزات تمام؟ اللي هي إيه؟ زي ما أنتم شايفين كده عندنا البرون السيليكون جيرمانيوم زارنيغ أنتيمون تيليريوم وده مكانهم اللون الأصفر ده ده مكانهم في الجدول الدوري هنلاقيهم تبع الفئة بي هنقولهم تاني البرون بي السيليكون إس آي جيرمانيوم جي إي زارنيغ إي إس أنتيمون إس بي تيليريوم تي إي طبعا لازم أحفظهم ليه؟ لأنه ممكن يجيلي مثلا في سؤال استخرج الكلمة أو العبارة الشازة يديني مثلا برون وجيرمانيوم وأنتيمون وسيليكون وهيدروجين طبعا هقول الشاز الهيدروجين لأن الباقي من أشباه الفلزات عشان كده طبعا لازم أنا أكون عارفهم كويس تمام؟ يبقى هنقولهم تاني أشباه الفلزات هي عناصر تجمع في خواصها بين خواص الفلزات وخواص اللافلزات طيب أنا عندي كام شبه فلزة في الجدول الدوري الحديث عندي ست فلزة ست أشباه فلزات برون سيليكون جيرمانيوم زارنيغ أنتيمون تيليريوم تمام؟ وصلنا بقى دلوقتي لتدرج الخاصية الفلزية واللافلزية لعناصر الجدول الدوري تعالوا نشوفها مع بعض بالنسبة للدورة الوحدة احنا قلنا تبدأ الدورة بعمصر فلز قوي تمام؟ باستثناء طبعا الدورة الأولى اللي هي فيها مين؟ غاز الهيدروجين يبقى تبدأ كل دورة بعنصر فلز قوي وبزيادة العدد الزاري من يسار الدورة إلى يمنها بدأ كل الصفة الفلزية لحد ما وصل لشبه أجبال فلزات اهي اللي احنا ديسا قلنا عليها وبعدين لا فلز وبعدين تنتهي كل دورة بغاز خامل تمام؟ يبقى أنا هبدأ كل دورة دي ده بفلز قوي ثم تقل الصفة الفلزية بزيادة العدد الزاري لحد ما وصل لشبه الفلز وبعدين لا فلزات وبعدين الغازات الخاملة أقوى الفلزات موجودة في المجموعة الأولى إيه ده الأولى إيه أو الأولى وأقوى لا فلزات موجودة في المجموعة السبعتاشر أو السبعة إيه زي ما قلنا بتنتهي كل دورة بغاز خامل يعني بتبدأ الدورة بفلز قوي وتنتهي بغاز خامل زي ما انتم شايفين هنا كده ببصوا بيقول لي عناصر الدورة التالتة طبعا هنا بيقول لي سنفها لي طبعا لأنواحها بعد رجوع للجدول الدوري هنا عندي سوديوم ماغنيسيوم ألمونيوم سيليكوم فوسفور كابريت كلور بعد كده مين إيقار الأرجون طبعا دي بزياد العدد الزري إيه اللي بيحصل بتكل الخاصية الفلزية وتزداد الخاصية اللافلزية عندي السوديوم والماغنيسيوم والألمونيوم دول عبارة عن إيه فلزات السيليكون شباه فلز لسه احنا واخدينها والفوسفور والكابريت والكلور لا فلز والأرجون يبقى غاز خامل يبقى أنا كده صنفتهم طبعا لأنواحهم لأنواحهم المقصود بيها إيه وأنواح العناصر أربعة فلزات شباه فلز لا فلز غاز خامل بحنا كده خلصنا تدرج الخاصية الفلزية واللا فلزية في الدورة طيب تعالوا نشوف بقى في المجموعات اللي بتبدأ بفلز زي مثلا المجموعة الأولى إيه ليسيوم سوديوم بوتاسيوم روبيديوم سيزيوم ببص بلاقي إن هنا كلها طبعا عناصر فلزية لأن إحنا قلنا إن المجموعة الأولى إيه فيها أقوى الفلزات بلاقي بقى بزيادة العدد الزري في المجموعة الأولى إيه من أعلى إلى أسفل إيه اللي بيحصل بيزداد الحجم الزري مدام يزداد الحجم الزري يبقى إذن تزداد معها قدرة هذه الزرة على فقد إلكترونات التكافؤ فبالتالي تزداد الصفة الفلزية يبقى إذن أقوى الفلزات في المجموعة اللي أنا شايفها هي السيزيوم وعلى فكرة السيزيوم يعتبر أقوى الفلزات بصفة عامة في الجدول الدوري الحديث علل هتنهى قبل كده لأن السيزيوم يقع أسفل يصار الجدول الدوري تمام؟ يبقى هنا عن أول تدرج الخاصية الفلزية في المجموعة اللي تبدأ بفلز إن بزيادة العدد الزري من أعلى إلى أسفل تزداد الصفة الفلزية لحد ما وصل لأعلى الفلزات وأقوى هو مين؟ السيزيوم طب علل ليه؟ لأن السيزيوم يعتبر أكبر العناصر الفلزية حجماً زرياً ولذلك بيفقد إلكترون مستوى الطاقة الأخير بسهولة ولذلك يعتبر أنشط الفلزات طب لو أنا حابيت أعمل رسمي بياني ما بين الخاصية الفلزية والعدد الزري في المجموعة الوحدة إحنا قلنا بزيادة العدد الزري بتزداد الخاصية الفلزية يعني الاتنين بيزيدوا مع بعض آه يبقى إذن علاقة طردية وقادي شكل العلاقة الطردية العدد الزري بيزيد وبيزيد معاها الخاصية الفلزية سؤال اللي إحنا لسه أيلينه أهو مهم جداً علل يعتبر السيزيوم أنشط الفلزات لأنه أكبر الفلزات حاجماً زرياً وبالتالي يفقد إلكترون تكافؤه بأقصر سهولة تمام؟ بيجي لنا سؤال اذكر معا توضيح بالرسم نوع التناسب توضيح بالرسم هنا مقصود بالرسم البيان نوع التناسب عندي يتناسب طردية يتناسب عكسي العلاقة ما بين الحجم الزري والخاصية الفلزية من عناصر المجموعة الوحدة اللي إحنا لسه أيلينه نفس السؤال نفس السؤال أهو أجيب علاقة ما بين الخاصية الفلزية والحجم الزري قلنا بزيادة الحجم الزري تزداد الخاصية الفلزية يبقى إذن العلاقة هنا علاقة إيه؟ طردية. تمام؟ طيب تعالوا نشوف السؤال ده. آآ زمايل كتير ليجوا وطلبوا مني إن أنا أحلو. بيقول لي إيه؟ من الشكل التالي ولذي يوضح مقطع من الجدول الدوري. هبص على الشكل. تمام؟ آآ آآ أقول دي إيه؟ دي المجموعة الأولى إيه؟ آآ دي المجموعة اللي اتنين إيه؟ آآ دي العناصر الانتقالية. تمام؟ يبقى إذن دي الدورة الرابعة. دي اللي بدأ فيها العناصر الانتقالية اللي احنا قلنا. العناصر الانتقالية بتبدأ من ظهرها من الدورة الرابعة. يبقى دي الدورة الرابعة. الدورة التالتة. الدورة التانية. الدورة الأولى. بعد كده دي عناصر الفئة بيه. تمام؟ وتنتهي بالإيه؟ بالغازات الخاملة إيه؟ تمام؟ هلنشوف مع بعض. حدد الرمز الدال على كل مما يأتي. أول حاجة أكبر عناصر الجدول. آآ أكبر عناصر الدورة التالتة حجمان ذا الضريض ادي الدورة الاولى ادي التانية ادي التالتة انحنا قلنا في الدورة الواحدة من اليسار الى اليمين بيكل الحجم الزري اible ازن اكبرها مين اقصى اليسار يبقى عندي مين في الدورة الثالثة السوديوم. انما لو قال لي اكبر عناصر جدل الدوري بصفة عامة حجمان زرين هيبقى السيزيو. تانية حاجة. عنصر تركيب الالكتروني يشبه التركيب الالكتروني لايون العنصر كي. في العنصر كي اهو. عنصر فليز. اه يبقى يفقد الالكترونات. ويبقى تركيب الالكتروني لأقرب غاز خامل يسبقه. اهي. يبقى الارجون. تمام? تانية حاجة. لا فليز. التركيب الالكتروني لأيونه يشبه التركيب الالكتروني للعنصر اي ار. فين ال اي ار? اهو. عايزة لا فليز تركيبه الالكتروني لأيونه يشبه التركيب الالكتروني لعنصر اي ار. يعني الايون بتاعي يبقى قريب من ال اي ار. وهي اما الكي. تمام? يبقى قريب من ال اي ار. اللي ما يفقد لانه عنصر فليزي. تمام? او الاس. طيب اخطر ايه هو واقلنا ايه, لا فلس لا فلس دي ما ما قادرش اختار الكه يبقى اختار مين الاس اللي هو الكابريد. تمام? يبقى عنصر او لا فلس اتركيب الالكترون لائيونه. يشبه التركيب الالكترون لعنصر هيكون هو مين الكابريد ما قادرش ااخد البوتاسيوم. لانه حدد tengoon اذا ما قلق ان لعنصر كنت ممكن اختار الكابريد واختار البوتاسيوم. لكن sadly لا فلس يبقى اختار الكابريد. حدد لي فلس يبقى اختار البوتاسيوم. اربعة. عنصر التركيب الالكتروني. اللي عنصر تمام? لأيونه يشبه التركيب الالكتروني لعنصر اتش اي. اتش اي اللي هو الهليوم. تمام? هبصى لأميني الموجود هنا الليسيوم. الليسيوم لانه هيفقد الالكترونات فيكون تركيب الالكتروني لأقرب غاز خامل يسبقه. فلس التركيب الالكتروني لأيونه يشبه التركيب الالكتروني للعنصر اي. اي النيون. بس قال لي هنا ايه? فلس. يبقى لازم اختار فلس. تمام? يبقى الفلس اللي بعده اللي هو ال اي السوتيوم. واحد هيقول يا ميز طبما انا الفلور ممكن الايون بتاعي يبقى شبه النيون والاكسوجين شبه النيون. تمام صح? بس الفلور والاكسوجين اللي اتنين لا فلس. وانا ما انفعش اختاره لان اختلاب باني هنا قال لي ايه? فلس. فلازم اختار السوتيوم. تمام كده? اه ان شاء الله الدرس الجاي. هناخد مع بعض الخواص الكيميائية العناصر الفلسية. هشرحه لكم بازن الله فتابعونا. ولو في اي سؤال سبهولي في الكومنت وانا هرد عليكم. وما تنسوش تعملوا شير للفيديو علشان كل يستفيد. واللي ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل الجرس. مع تحياتي مصر اندا حسن.